اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم من قناة التعليم الفن حلقتنا ان شاء الله النهاردة هتكون مخصصة لطلاب الصف الاول من المدارس الزراعية وحنتكلم فيها عن موضوع من اهم موضوعات اللي بدأنا فيها الكلام قبل كده وهو خاص بطرق تكاثر نباتية الحاصلات المستنية اتكلمنا مع بعض قبل كده على طريقة من طرق التكاثر وهي طريقة التكاثر الجنسي وعرفنا ان التكاثر الجنسي بتم لنباتية الحاصلات البستنية عن طريق البزور التي تحتوي على اجنة جنسية نتجة من عملية التلقيح والاخصاب واستكمالا لنفس الموضوع اتكلمنا على الطريقة التانية من طرق التكاثر وهي طرق التكاثر الخضري وبنقول طرق تكاثر خضري لان هي بتتم باكتر من وسيلة يعني أي جزء من النبات أنا باستخدمه لإجراء عملية التكاثر بيعتبر طريقة من طرق التكاثر الخضري فيما عدا البزورة الحقيقية أو البزورة التي أجنتها حقيقية نتيجة من عملية التلقيح والإخصاب وبدأنا في أول حلقة اتكلمني فيها على أول طريقة من طرق التكاثر الخضري وهي كانت طريقة التكاثر عن طريق العقل عرفنا إيه هي العقل أو إزاي بنعملها وإمتى يتم زراعتها وهي أنواع العقل المختلفة النهاردة إن شاء الله استكمالا لنفس الموضوع هنتكلم أو نستكمل مع بعض طرق التكاثر الخضري وحنبدأ عن طريق جديدة أو طريقة جديدة اسمها التكاثر عن طريق عملية الترقيح عملية الترقيح كعملية أو أنا بعملها إزاي وبتتعامل فين وهدفها إيه بتجرى عملية الترقيح للنباتات اللي لديها خاصية خروج الجزور على أسيقان يعني النبات اللي بتعمل له خاصية الترقيح كأحد طرق التكاثر الخضري بشترط عندي إن هذا النبات يكون له المقدرة على استخراج جزور على أسيقان وكمان مش كده وبس ده في معظم الأحيان بتتطلب هذه العملية ثاني الأفرع من النبات وبالتالي لابد أن تكون هذه الأفرع في معظم الأحيان أفرع لينة يبقى نبدأ مع بعض ونشوف ما هو تعريف عملية الترقيح بنقول عملية الترقيح هي عبارة عن دفن فرع أو جزء من فرع متصل بالنبات في التربة معنى الكلام ده إيه؟ معنى أن أنا بستخدم فرع من النبات بتم دفنه كليا أو جزئيا وهو متصل بنبات الأم في داخل التربة بعد فترة بتخرج على المنطقة التي تم دفنها جزور عرضية وتخرج على البراعم لأعلى كسيقان وبالتالي بيصبح عندي نبات جديد له مجموع خضري وله مجموع جزري ولكنه بيعتمد في تغذيته جزئيا على نبات الأم بعد كده بيتم فصل هذا النبات من نبات الأم وفصله إلى نبات مستقل يتم بعد ذلك زراعته في الأرض المستديمة أو يستكمل زراعته في المشتل حتى تستمر أو تصل الشتلة إلى عمر النقل إلى الأرض المستديمة وبالتالي أنا حصلته على نبات جديد من فرع تم دفنه في التربة ويتم دفن هذا الفرع وهو متصل بنبات الأم يعني هذا الفرع بيعتمد في تغذيته على نبات الأم إلى حين تكون المجموع الجزري يبقى تعريف الترقيد الثاني هو عبارة عن دفن فرع أو جزء من فرع متصل بالنبات في التربة طيب إيه الاشتراطات اللي أنا بعملها بيشترط عندي أن تجرى هذه العملية في النباتات التي لها المقدرة على تكوين جزور على السيقات إيه هي أمثلة النباتات اللي بيتم اكسرها عن طريق عملية الترقيد عندي نبات الجهنمية ونبات اليسمين ونبات الفل ونبات الفيكاس نيتدا والفيكاس ديكورا ودي من نباتات الزينة وعندي العنب والليمون المالح والجوافة من نباتات الفكاة يبقى بيشترط عندي في إجراء عملية الترقيد أن تكون الأفرع لينة وأن يكون لهذا النبات المقدرة على خروج جزور على المجموع الخضري طيب باللاحظ هنا دايما أن في عملية الترقيد بيظل الفرع الذي يتم ترقيده متصل بنبات الأم إلى حين تكوين المجموع الجزري ثم يتم فصله ونقله إلى مكان آخر يبقى هنا أنا بعمل إيه بيتم دفن فرع وبسيب الفرع ده متصل بنبات الأم بعد شوية الفرع ده بيعمل مجموع جزري وبيتم فصل نبات الأم ونقله إلى الأرض أو المشتل أو يتم نقل الشتلة من مكان إلى مكان آخر طيب هل ليه عملية الترقيد ديه أنواع؟ بالفعل عملية الترقيد لها أكتر من طريقة بتتم بيها بتختلف على حسب هل الفرع اللي أنا بعمل فيه الترقيد هل الفرع ده قريب من سطح التربة وبالتالي يتم عمل الترقيد داخل التربة فيسمى الترقيد الأرضي أم أن الأفرع عالية وبعيدة عن سطح التربة ولا أستطيع الوصول إليها فبعمل عملية تسمى عملية الترقيد الهوائي يبقى الترقيد ده أنا ممكن أقسمه إلى نوعين إذا كان الفرع قريب من سطح التربة ويسهل دفنه داخل الأرض فبيسمى ترقيد أرضي إذا كان الفرع بعيدة عن سطح التربة فبيتم عمل ترقيد أو ما يسمى بالترقيد الهوائي زي ما هنشوف بالتفصيل بعد كده برضو بشوف هنا عندي المساحة اللي بتم دفنها من الفرع داخل الأرض هل بتم دفن الفرع في جزء واحد ولا عدة أجزاء إذا كان بيتم دفن جزء واحد في التربة فبيسمى ترقيد بسيط أو إذا تم دفن أكتر من جزء في الفرع فبيسمى ترقيد لو لبي أو ترقيد مستمر ونبدأ في أول نوع من أنواع الترقيد ونشوف أول نوع بيسمى الترقيد الهوائي الترقيد الهوائي يتعمل لو النبات اللي عندي الأفرع بتاعتي بعيدة عن سطح التربة أو بيصعب علي سنيها وبالتالي لابد من توصيل التربة إلى المكان اللي موجود فيه الفرع فبيسمى هذا النوع من الترقيد الترقيد الهوائي وده بتعمل في نبات الدرسينة ونبات الكروتون ونبات الفيكاس وبيتم إجراء هذه العملية خلال أشهر الصيف يبقى أول طريقة من طرق الترقيد اللي عندي الترقيد يسمى الترقيد الهوائي متى نلجأ لإجراء هذه العملية؟ نلجأ لإجراء هذه العملية إذا كانت الفرع اللي عندي بعيدة عن سطح التربة يعني الفرع ده لو أنا عملت له عملية سن لن يصل إلى سطح التربة الحاجة الثانية أن الفرع اللي عندي قد لا يكون أو ليس لديه الليونة أنه يتم ثانيه في الأرض طيب أعمل إيه؟ بيتم عمل حز على هذا الفرع زي ما هنشوف بعد شوية وبيتم وضع التربة أو الصناعية زي البيتموس أو الكمبوست على مكان هذا القطع في اللحاء بتاع الفرع وبيترك فترة حتى تكوين مجموعة جزر بعد كده بيتم فصله وإعادة زراعته مرة تانية من أمثلة النباتات اللي بيتم اكسارها عن طريق الترقيد الهوائي نبات الدراسينة ونبات الكروتون ونبات الفيكاس ديكور نشوف مع بعض شكل إيه اللي بيتم أو الخطوات اللي بيتم من خلالها إجراء عملية الترقيد أول خطوة عندي هي الخطوة اللي موجودة عندي في جزء ناحية الشمال في الجزء ده كده اللي بيحصل بيتم قطع جزء من اللحاء في مساحة حوالي 5 سنطي بيأزيل اللي بيتعمل قطع أفقي من أعلى ومن أسفل وبيتم إزالة اللحاء بعد كده بيتم وضع كمية من الكمبوست أو التربة الصناعية أو البيتموس المندة بالماء على المكان القطع بعد كده بيتم لف هذا الجزء بقطع من البلاستيك أو الألمونيوم فيل للاحتفاظ بنسبة الرطوبة حتى يتكون مجموع جزء في المنطقة التي تم فيها القشط بلاحظ هنا في حاجة أن يفضل بعد إجراء عملية القشط أن يتم وضع مادة تساعد على خروج الجزور في هذه المنطقة التي تم قشط المجموع أو منطقة اللحاء فيها الصورة الثانية بتبين لي نبات من النباتات أثناء إجراء عملية الترقيد الأهوائي وده بيوضح قد الأفرع اللي تم عليها عملية الترقيد ويد الكيس اللي محتوي على مادة الكمبوست أو مادة البيتموس المندة بالماء وتجرى هذه النبات اللي عندي ده أحد أنواع نباتات الموالح كأحد أنواع حاصلات البساتين الفاكهة والنبات اللي معنا ده نبات البرتوان نشوف مع بعض إزاي بتتم العملية بشيء من التفصيل قد باستخدام مقص العقلة على نبات البرتوان تم عمل قطع في اللحاء بتاع النبات وتم إزالة الجزء من اللحاء زي ما احنا شايفين بعد كده بنجيب المادة الخاصة بإجراء عملية التجزيل أو المادة المنشطة لإجراء أو خدساعد على خروج الجزور على مكان القطع بيتم وضعها على منطقة القطع على جزء الخشب المكشوف بعد كده بعد ما بيتم وضع المادة دية بيتم بعد كده وضع الجزء من التربة أو البيتموس أو الكمبوست المنادة هنا بنوضح تاني أن بيتم عمل جزء من المادة المنشطة لخروج الجزور على منطقة القطع ده النبات اللي معانا زي ما قلنا ده نبات من نباتات حاصلات الموالح وهو نبات البرتقان والطريقة بيتبقى من ضمن الطرق اللي نجحة جدا بس بيشترط أننا براعي أن يتم وضع المادة المنشطة لعملية أو هرمون التجزيل بعد كده بيتم ربط الكيس اللي حيحوي الطربة ربط جيدا بالساق حتى لا يتم تسليب جزء من الرطوبة أو تسليب جزء من الطربة اللي بيتم وضعها بعد كده بيتم رفع الكيس إلى منطقة القطع وبيتم بعد كده وضع الطربة وبعد ما بخلص وضع الطربة تماما في الكيس بيتم ربطها ربط جيد ووراعي تاني أن عملية الطربة أو كمية الطربة أو كمية البيتموس أو الكمبوست اللي بيتم استخدامها بتكون كمية كافية لتغطية مكان القطع ده من ضمن الاشتراطات التي تراع في عملية الترئيد الهوائي الحاجة التانية أن هذه الكمية من الطربة تكون مندها مشبعة بالماء لأنها لا يتم ري أو وضع كمية من الماء على هذا الجزء من النبات حتى يتم الانتهاء من نجاح عملية الترقيد الهوائي يبقى أنا في البداية حددت المكان في شلط الأفرع والأوراق عملت قطع في اللحاء بعد كده حطيت المادة الخاصة بهرمون التجزير بعد كده ربطت الكيس بعد كده وضعت الكمبوست في مكان القطع وبعد ما وضعت الكمبوست في مكان القطع داخل الكيس بيتم ربطه جيدا على الساق ويفضل تغطيته بطبقة من الألمونيوم فيل حتى يحتفظ بنسبة الرطوبة بعد فترة بيخرج على منطقة القطع اللحن عملناها خروج الجزور بعد كده باستخدام مقص العقلة بيتم فصل الفرع من النبات الأصلي وبيعاد إما زراعته في المشتل اللي تستمر هذه الشتلة في المشتل فترة ثم يعاد زراعتها أو نقلها من المشتل إلى الأرض المستديمة أو إن هذه الشتلة تنقل إلى الأرض مباشرة نشوف شكل الشتلة بعد نقلها مع بعض اللي بيحصل بعد فصلها من الأم آدي مكان القروج الجزور العرضية على الساق في قبل ما تتطع وآدي بعد ما أزلنا الجزء الخاص بالكيس اللي كان محاط بهذه الشتلة يتم زراعة هذه الشتلة زي ما قلنا إما في الأرض مباشرة اللي هيكمل فيها النبات حياته أو يتم زراعتها في المشتل الطريقة التانية من طرق التكاثر أو من طريق طرق الترقيد تسمى الترقيد الأرضي في حالة الترقيد الهوائي قلنا الفرع يا إما أنه يكون صلب أو بعيد عن سطح الطربة في حالة الترقيد الأرضي اللي أفرع اللي عندي بتكون أفرع لينة أفرع طويلة أفرع قريبة من سطح الطربة بيتم دفن إما جزء من الفرع ويسمى في هذه الحالة ترقيد بسيط أو مسافة طويلة بتصل إلى 10 أو 15 سنط فبيسمى هذا الترقيد الترقيد المستمر وممكن أن يتم قرط جزء من المجموع الخضري وتغطية باقي هذا الجزء بالطربة فبيسمى الترقيد الهرمي كأحد طرق أو أحد طرق الترقيد الأرضي يبقى الترقيد الأرضي بيجرى على النباتات التي يسهل ثاني فروعها وتكون قريبة من سطح الطربة ومن ضمن الطرق بتاعته زي ما قلنا فيه ترقيد بسيط بيتم دفن جزء من الفرع بالطربة وتجرى عليها عملية الترقيد الأرضي وبعد نجاحها تنتج نبات واحد فقط يبقى في الترقيد الأرضي لو أنا عملت ترقيد بسيط أصبحت عندي شتلة واحدة فقط ناتجة بجوار نبات الأم لو عندي عملت الترقيد اللولبي أو الترقيد الحلزوني اللي هو بيتم ثاني زي ما هنشوف في الصور التوضحية اللي هتبين زي العملية دي بيتم وضع أكتر من جزء من النبات وبالتالي أحصل على أكتر من شتلة بجوار النبات ودي بيتم في الترقيد الأرضي المستمر وبيتم في الترقيد الهرمي وبيتم في الترقيد الحلزوني نشوف مع بعض صورة ليه ازاي او ايه اللي بيتم في اجراء عملية الترقيد ادي فرع بيتم ثاني وضع اسفل سطح التربة بيتم تثبيت هذا الفرع باستخدام مشبك خاص عشان يثبت هذا الفرع اسفل سطح التربة وبيتم تغطية سطح التربة وتثبيت المنطقة اللي وضع او تم دفن الفرع فيها باستخدام حجر خفيف وبتوالى النباتات بالري وبلاحظ هنا ان انا عملت بجوار الفرع دعامة حتى يظل النبات مستقيم وبالتالي اضمن استقامة الشتلة بعد نقلها الى الارض المستديمة يبقى في حالة الترقيد الارضي البسيط زي ما احنا شايفين اول حاجة انا بعملها بعمل حفرة بجوار النبات عمقها حوالي 10 سنتي بيتم ثاني فرع قريب من سطح التربة وبتم دفن هذا الفرع وتغطيته بالتربة وتثبيت التربة او تثبيت الفرع باستخدام مشبك خاص وتثبيت التربة باستخدام حجر خفيف بعد كده بيوالى هذا المكان اللي تم دفن الفرع فيه او الترقيد فيه بعملية الري حلاحظ هنا بعد فترة خروج الجزور العرضية في الجزء اللي بيتم تحديده دوت ده هنا ادي شكل الجزور العرضية بعد كده بلاحظ ان انا براعي برضو وانا بعمل عملية الترقيد البسيط انه بيتم وضع دعامة تساعد على استقامة الفرع اللي تم دفنه اسفل سطح التربة يبقى كده عملت الطريقة التانية من طرق الترقيد اللي احنا بنسميها طريقة الترقيد البسيط ان انا بادفن جزء صغير من فرع قريب من سطح التربة وبيتم تثبيت دعامة بجوار هذا الفرع حتى احصل على شتلة مستقيمة يعني اهمية الدعامة عندي ان الفرع اللي عندي يظل مستقيم فلما بيتم نقل الشتلة من مكانها الى المكان المستديم بتكون عندي شتلة ذاتة ساق مستقيمة بيسهل اجراء عمليات التربية عليه من ضمن انواع الترقيد ايضا الطريقة التانية او الطريقة التالتة من طرق الترقيد اللي عندي توسمى الترقيد المستمر في حال الترقيد المستمر انا هنا ما بيتمش دفن جزء صغير من النبات لا دانا بيتم دفن مساحة كبيرة او قطعة كبيرة من النبات اسفل سطح التربة يتم ثاني الفرعة تحت سطح التربة على عمق 2 سنتي ويولى بالرأي فتخرج من البراعم النموات الخضرية وتتكون الجزور على الجزء المدفون ثم تقسم منطقة الترقيد الى عدة نباتات بحيث يتكون لكل جزء مجموع خضري وجزري ثم تنقل وتزرع في اصص بالمشد يبقى في حالة الترقيد المستمر بيتم بدل ما كنت بعد في الجزء من النبات الصغير لا نبات في المساحة كبيرة من النبات في هذه المساحة اللي بيحصل انه بيخرج عندي جزور عرضية في منطقة وبيخرج مقابل لها لاعلى نموات خضرية وبعد شوية جزور عرضية ونموات خضرية جزور عرضية ونموات خضرية فبيصبح عندي اكتر من نبات موجود داخل الارض وبيبدأ بعد كده لما اتطمن على خروج هذه النموات بشكل جيد بيتم فصل النبات من نبات الام وفصل هذه النموات كل نمو لوحده وبيعاد زراعته فيه زي ما قلنا بصفة عامة فيه اجراء عملية الترقيد اما ان تلقى للشتلة الى الارض مباشرة او يتم زراعتها او استمرارها في المشتر لفترة ثم يعاد زراعتها مرة تاني نشوف مع بعض الصورة بتوضح لي اجراء زي بيتم او كيفية اجراء عملية الترقيد المستمر ادي الصورة ادي نبات الام اللي موجود معايا هو النبات الاصل الكبير وتم دفن جزء كبير من الساق تحت سطح التربة هنا عملت عملية الترقيد على فرعين بلاحظ هنا عند منطقة او كل عند كل عقدة من عقد النبات تم خروج مجموع جزري الى اسفل وخروج مجموع خضري الى اعلى كل جزء خاص بالمجموع الجزري دوت عبارة عن شتلة مستقلة بعد كده بيتم فصلة هذه الشتلات ونقلها الى الارض المستديم يبقى في الترقيد المستمر زي ما احنا شايفين بدل ما انا كنت دافن جزء كون مجموع جزري واخدت الفرع بس كشتلة واحدة انا هنا اقدر ان انا اطلع من الجزء اللي عندي ناحية الشمال ادي شتلة اثنين ثلاثة وجزء اللي ناحية اليمين ادي شتلة اثنين ثلاثة اربعة يبقى هنا بفصل كل نبات من هذه النباتات الى شتلة مستقلة بلاحظ هنا في عملية الترقيد في حاجة مهمة جدا ان كل النباتات التي تنمو عن طريق عملية الترقيد سواء كان ارضي او هوائي بتكون نباتات مطابقة لنبات الام تماما يعني جميع الصفات اللي موجودة في نبات الام بتنترح على الشتلات النتجة عن اجراء عملية الترقيد وده مش حاجة جديدة لان احنا عرفنا ان كل طرق التكاثر الخضري كل مواصفات الام بتصل الى مواصفات النبات اللي بينتج عن عملية التكاثر الخضري يبا احنا قلنا كده اول طريقة من طرق التكاثر او طريقة الترقيد الترقيد الهوائي واخدنا الترقيد الارضي البسيط واخدنا الترقيد الارضي المستمر نشوف مع بعض الصورة التالتة من صور الترقيد والتانية من الترقيد الارضي او التالتة من الترقيد الارضي هي الترقيد اللولبي الترقيد اللولبي بيتم في ايه؟ يتم ثانية اجزاء من الفرع الواحد ودفنها يعني ما بيتمش دفن جزء واحد سواء كان صغير او جزء طويل زي ما احنا شايفينه في الترقيد المستمر لا بيتم دفن اجزاء مختلفة في الطربة وتوالى بعملية الري والخدمة حتى يتكون المجموع الجزري والمجموع الخضري ليعطي ايضا الفرع الواحد عدة نباتات ويتم فصلها ثم تزرع في قصص وتنقل بالمشتل وده بيحصل فيه نبات اليسمين ونبات الجهنمية ليه نبات اليسمين ونبات الجهنمية بيتميز نبات اليسمين ان الفرع بتاعي فرع لين فيسهل علي ان انا اعمله عملية الثاني اللولابي في اكتر من منطقة من مناطق هذا الفرع ونشوف مع بعض صورة بتوضح ازاي بتتم اجراء عملية الترقيد اللولابي في حالة الترقيد اللولابي انا نفس هو فرع واحد تم دفن جزء ثم بيخرج الى اعلى جزء وبعد كده بيتم دفن جزء اخر من الساق وبيتم ترك اخر جزء حر وزي ما احنا لاحظنا ان في عملية الترقيد دي بيفضل وضع دعامة تساعد على استقامة الفرع من النهاية طب الفرع الجزء اللي تم دفنه تحت سطح التربة برضو بيتم تثبيته باستخدام خطفات خاصة عشان ما يخرجش على سطح التربة بعد فترة بيتكون زي ما احنا شايفين في الجزء ده كده المجموع الجزري ومجرد ما بيتم تكوين المجموع الجزري بيتم فصل النبات من نبات الام في هذه المنطقة ثم بعد كده بيتم فصل الفرع التاني من هذه المنطقة يبقى هنا بالترقيد اللولابي قدرت ان انا اطلع من الفرع الواحد اكتر من شتلة على حسب طول هذا الفرع ممكن اطلع منه شتلتين او تلاتة او اربعة على حسب طوله وعلى حسب المساحة اللي بيتم دفنها يبقى احنا كده شفنا الصورة التالتة من صور الترقيد الارضي اللي هي الترقيد اللولابي وكده بينا الفرق ما بين الترقيد الهواء اللي بيتم على فرع بعيدة عن سطح التربة والترقيد الارضي اللي بيتم داخل سطح التربة اخذنا من ضمن طرق الترقيد الارضي البسيط لو انا بأدفن جزء واحد من او حت جزء صغير من النبات وبحصل على شتلة واحدة او بيتم عندي دفن مساحة كبيرة من النبات واللي بيسموها الترقيد المستمر او ان انا اعمل اكتر من ترقيدة من الفرع الواحد فبيسمى هذا النوع من الترقيد بيسمى الترقيد اللولابي نشوف مع بعض الصورة الرابعة من الترقيد الارضي تسمى الترقيد الهرمي او الترقيد بتكوين التراب بيتم هذه العملية ازاي بيتم ارط النبات الام قرب سطح التربة ويكون 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 عليها كمية من التراب ثم توالى بعمليات الخدمة حتى يتكون ايضا مجموع جزري عند البراعم العرضية ويتكون مجموع خضري الى اعلى ثم تفصل تلك النباتات في فصل الشتاء ومن ضمن النباتات اللي بتجرى لها الترقيد الهرمي او الترقيد بتكوين التراب من ضمن الامثال اللي عندي وبتنجح فعلا فيها هذه الطريقة نبات التفاح ونبات الكميترة ونبات البرقوب اللي بيتم بالضبط في عملية الترقيد بالتكوين او الترقيد الهرمي انا بيبقى عندي نبات من نباتات التفاح او نبات زي نبات الكميترة موجود فوق سطح التربة وانا محتاج اعمل هذا النبات تكاثر فبيتم قارضة هذا النبات قرب سطح التربة الى مسافة 20 سنتي بعد كده بيتم تكوين تراب على هذا النبات بتغطيته بالكامل بالتراب بعد شوية بلاقي ان هذا النبات في المنطقة اللي تم ترديمها بيخرج عليها جزور عرضية وبيخرج مجموعة من النموات في منطقة الترديم دي الى اكتر من فرع بيتم بعد كده فصلها وزرعتها مرة تانية نشوف صورة وتوضح معايا ازاي او ايه ازاي بيتم عملية الترقيد الهرمي زي ما احنا شايفين قادي ساق النبات الاصلي كانت بهذا الطول يعني ده الجزء كده هنا كانت ده ساق النبات الاصلي اه تم قرطها وتغطيتها بالتربة يعني الفرع هنا كانت النبات اللي عندي او الشجر اللي عندي كان فيها ادي فرع اتنين تلاتة اربعة اربع فروع اه تم قرط هزي الافرع وتغطيتها بجزء من التربة بعد شوية تم مولاتها بعملية الري اه كل فرع من هزي الفروع اه خرج عليه زي ما احنا شايفين ادي مجموعة جزري وبعد كده خرج من فوق مجموعة خضري بيتم فصل هذا النبات من المنطقة اللي احنا اشارنا اليها قبل كده المنطقة دي بيتم اطعها يبقى هنا اصبح عندي ادي نبات اتنين تلاتة اربعة بيصبح عندي اربع نباتات من نبات واحد يبقى في حالة الترقيد الارضي الهرمي بالتكوين بالتراب ايه اللي تم عندي تم قرط هذا النبات بالقربة من سطح التربة بيتم تغطية الاشجار او الجزء من الشجرة بكمية من الطراب وتوالى بعمليات الري والخدمة حتى يخرج مجموعة جزري بعد كده بيتم فصل هذه النموات ونقلها الى الارض المستديم او الى المشد وبكده احنا استعرضنا مع بعض تاني طريقة من طرق التكاثر الخضري وهي تسمى طريقة التكاثر عن طريق الترقيد وقلنا ان الترقيد دوت بيجرى على النباتات اللي لها مقدرة على خروج جزور على السيقات وقلنا بيفضل في اجراء عملية الترقيد ان يكون الافرع اللي عندي افرع لينا ليسهل ثانيها وفي حالة صعوبة اننا اقدر اننا يتم ثاني هذه الافرع وتقريبها من سطح التربة فبنعمل عملية تسمى عملية الترقيد الهوائي فقلنا انواع الترقيد بصفة عامة نوعين لو عملت الترقيد والنبات الاعلى والصاق الاعلى فبسمى ترقيد هوائي لو عملت الترقيد ودفن الفروع في الارض اسمه ترقيد ارضي خدنا صور الترقيد الارضي المختلفة سواء كان الترقيد البسيط او الترقيد المستمر او الترقيد اللولبي او الترقيد الهرمي نشوف صورة تانية من صور التكاثر الخضري وتجرى هذه الطريقة عن طريق ما يسمى بالسرطانات ايه هو تعريف السرطان؟ بقول السرطان هو عبارة عن أفرق خضرية تن من براعم أعلى قاعدة الساق تعتمد في جزائها على نبات الأم يعني بتاخد الجزء بتاعها من نبات الأم بس براعي هنا أو بلاحظ أن السرطانات ليس لها مجموع جزري مستقل يراع عند فصلها أن تفصل بجزء من الساق الأصلي بتسميه الكعب للمساعدة على تكوين جزور على النبات الجديد معنى الكلام ده ايه؟ معناها أننا في بعض الأنواع النباتات زي ما بيحصل في نبات الزتون ونبات الجوافة بلاقي شجرة الجوافة عندي طلعة مستمر الساق الأصلية كاملة بيخرج بجوار هذا الساق مجموعة من الأفرق الخضري يعني أنا شايفه قدام عيني عبارة عن فرق خضري زي زي اللي موجودة على نبات الأم ولكن هذا الفرع احنا بنسميه سرطان لأنه بينمو من منطقة قريبة من قاعدة الساق يعني تحت سطح التربة بس ما هيش من المجموع الجزري هي ساق أو جزء من الساق موجود أسفل سطح التربة وبيسمى سرطان لأنه بيعتمد في التغذية بتاعته على نبات الأم طيب لو أنا عزة أستفيد من هذا السرطان كإجراء عملية التكاثر بيتم فصل هذا السرطان من نبات الأم بس براعي أنه بيتم فصله من الساق لأن احنا قلنا هو بينمو فين بينمو من على الساق فبيتم فصل هذا السرطان من نبات الأم بجزء بيسمى الكعب يعني أنا باخد جزء من نبات الأم من الساق بتاعت النبات وأنا بفصل السرطان ليساعد على خروج الجزور على السرطان زي ما احنا قلنا من ضمن النباتات التي تتكاثر بهذه الطريقة نبات الحور واللمباجو ورمان الظهور من نباتات الزينة نباتة الزيتون والرمان والتفاح والسفرجل والكاكي من نباتات الفكهة نشوف مع بعض صورة وتوضح زي نمو السرطان وشكله موجود فين الصورة دي قادي نبات قادي شكل الساق الأصلي للنبات الجزء اللي هو الأبيض اللي موجود على ناحية الشمال ودي مجموعة السرطانات اللي طلع بجوار نبات الأم كل واحد من دول بيتم فصله إلى نبات مستقل وبيتم إعادة زراعته واستخدامه كأحد طرق التكاثر الخضري يبقى في عملية السرطانات السرطان كنبات أو كجزء من نبات أو تعريفه كجزء من أجزاء الشجرة هو نمو بيخرج في منطقة الساق في منطقة أسفل سطح التربة بيعتمد في التغذية بتاعته على نبات الأم ليس له مجموع جزري ممكن أننا ياخد هذا الفرع ويعيز زراعته مرة تانية وبيستخدم كطريقة من طرق التكاثر الخضري وده إحنا قلنا عليه اسمه السرطان أو طريقة من طرق التكاثر الخضري تسمى طريقة السرطانات في طرق تانية من طرق التكاثر الخضري أو في طرق تانية من طرق التكاثر الخضري وده طرق التكاثر الخضري زي ما احنا قلنا وجينا في التعريف بتاعها في البداية قلنا تكاثر الخضري معناها أننا بستخدم أي جزء من النبات ما عدا البزور اللي الأجنة بتاعتها أجنة حققية ناتجة من عملية التلقيح والإخصاء أخذنا العقل وأخذنا الترئيد وأخذنا السرطانات عندي طريقة تانية من طرق التكاثر تسمى طريقة التكاثر عن طريق الخلفة نشوف مع بعض إيه هي الخلفة ونشوف إزاي بتم إجراء عملية التكاثر لها وأمثلة لإجراء عملية التكاثر بالخلفات. الخلفة بنقول هي نمو بينمو من برعم إبطي قرب أو تحت سطح الطربة ويتكون لها جزور مستقلة عن نبات الأم وده بيفرق عندي هنا إيه فرق عندي هنا الفرق ما بين الخلفة وما بين السرطان. لو احنا افتكرنا ونحن نتكلم على السرطان قلنا نبات السرطان أو السرطان كجزء نامي بجوار النبات ليس له مجموع جزري وبيعتمد في التغذية بتاعته على نبات الأم أما الخلفات هي نباتات بيتنمو من براعم قرب سطح الطربة أو تحت سطح الطربة ويتكون لها جزور مستقل من أمثلة النباتات اللي بيتم اكسارها عن طريق الخلفات نخيل الزينة كنبات أو نخيل الكريوكا والرابس والاستريليزيا وعندي نبات الموز ونبات الأناناس من نباتات الفكهة ونبات الفراولة ونبات الخرشوف من نباتات الخضر يعني اجراء عملية التكسر بالخلفات لا تقتصر على نوعية واحدة من نباتات لحصولات الجستانية ولكن هناك امثلة كبيرة من امثلة النباتات اللي بتم اكسارها عن طريق الخلفات منها نباتات خضر ومنها نباتات فكهة ومنها نباتات زينة من نباتات الفكهة اللي بتم اكسارها نبات الموز وده هنستعرض الخطوات بتاعته بالتفصيل وازاي بتتم ممكن اعملها على نبات من نباتات الخضر زي الفراولة وعند أيضا نباتات زي نباتات الزين نشوف مع بعض كده يمكن فصل الخلفة إمتى إزاي أو بيتم عملها إزاي عشان أعمل هذه العملية بيتم فصل الخلفة عشان أفصل الخلفة من نبات الأم احنا قلنا أن الخلفة ما كانها فين الخلفة بتنمو من برعم أسفل سطح التربة يبقى عشان أوصل لمنطقة اتصال نبات الأم أو خلفة بنبات الأم بيتم إزالة الطراب الموجود بين الأم والخلفة حتى يظهر مكان الاتصال ثم يتم فصل الخلفة باستخدام ألا حدة ويتم قطعها وينقلها إلى الأرض المستديمة وبيراعى أن تجرى هذه العملية بحرص حتى لا تتعرض الخلفة إلى جروح وقطع يسبب إصابة بأمراض فطري نشوف مع بعض بيتم هذه العملية إمتى بيتم هذه العملية اللي هي فصل الخلفات بيتم في فصل الربيع والخليف وتزرع الخلفات إما في القصص أو في المشتل أو في الأرض مباشرة حسب نوع النبات لو جينا نبص نبات زي نبات الموز اللي معانا نشوفه عشان نشوف الخلفة تركيبها إزاي ويبتتكون إيه ونبات الموز ده شكله إيه قادي نبات الموز اللي عندي نبات الأم هو النبات الكبير اللي موجود ده شكل تركيب أو تركيب رسمة تخطيطي لنبات الموز قادي ورقة النبات اللي موجودة بتعتبر من ضمن أكبر أنواع نباتات الفكهة من حيث حجم الورقة وقادي ساق النبات الموز وزي ما احنا شايفين هنا أن الساق اللي عندي أنا بسميها ساق كاذبة وبقول ساق كاذبة ليه؟ لأن ساق النبات الموز في هذه الحالة تتكون من أغماد الأوراق عندي موجود عندي الساق الحقيقية مكانها موجود أسفل سطح الطربة موجود عندي الصباطة أو حامل الثمار اللي بيخرج من البرعم الطرفي عند استطلته وعندي بقى مجموعة الخلفات اللي بتخرج بجوار نبات الأم قادي الخلفة اللي حيتم فصلها اللي هي موجودة ناحية الشمال الصغيرة دي وبتخرج مجموعة أيضا من الخلفات في الجهة المقابلة بجوار النبات طيب أنا هنا شفت أن الخلفة بتخرج من جزء أو موجودة أسفل سطح الطربة لها مجموعة جزري إزاي بتم فصلها نشوف مع بعض إزاي بتم فصل نبات الموز قادي صورة حية لنبات الموز الحامل للثمار وإذي الخلفة اللي حيتم تربيتها أو فصلها من جوار نبات الأم يبقى دي النبات الكبير ده النبات الأصلي وإذي النبات التاني اللي حيتم زرعته ده نبات الموز أو الخلفة اللي حيتم فصلها إزاي بتتم عملية فصل الخلفة؟ ادي نبات الام اللي موجود عندي وادي مجموعة الخلفات بتم حفر الطربة في المنطقة اللي موجودة بجوار الخلفة حتى تصل اللحظ هنا عندي الجزور بتاعت النبات ادي جزور النبات اهيت لها جزور مستقلة في عندي منطقة اتصال ما بين نبات الام ونبات الخلفة نشوف الخلفات بعد ما تم زالتها ادي منطقة القطع اللي موجودة في الجزء ادي منطقة الخلفة ادي منطقة القطع بيتم تطهيرها عندي هنا الجزور بلاحظ ان بيتم تهزبها وازالة الجزور اللي لو كانت عنده جزور تم تهشمها وبيتم وضع الخلفات ونقلها الى الارض المستديمة او نقلها الى المشتد اللي يتم تربيتها بعد كده يبقى اول طريقة من طرق التكاثر او شكل من اشكال التكاثر اسمها التكاثر بالخلفات طبعا عندي نوع تاني من طرق التكاثر تسمى التكاثر بالفسيل الفرق ما بين الفسيلة وما بين الخلفة قلنا ان الخلفة هي نبات بينمو من برعم قرب سطح الطربة بيخرج له مجموعة جزري مستقل الخلفة والفسيلة الاثنين بيعتبروا تعريف واحد ولكن هنا انا بلاحظ نقطة ان الفسيل بتعتبر كمثال يعني قاصر على نوع من انواع نباتات الحاصلات البستانية في حاصلات الفكهة خاصة بنخيل البلح يعني فسيلة النخ بتعتبر هي خلفة ولذلك انا بقول ان تعريف الخلفة وتعريف الفسيلة الاثنين تعريف واحد هي ساق بينمو من برعم قريب او تحت سطح التربة بيخرج على الساق لها مجموعة جزري مستقل عشان يتم فصل الخلفة او الفسيلة من نبات الام بيتم حفر التربة بجوار نبات الام حتى تظهر منطقة الاتصال وبلاحظ ان بيتم الحفر على بعد من الساق بيحافظ به على منطقة انتشار الجزور ويفو يفضل ان تكون هذه المسافة ما تقلش عن تلاتين سنتي يعني منطقة الحفر اللي انا حفرتها عشان اصل الى منطقة الاتصال بيتم وضعها بمسافة بينها وبين الساق الاصلي حوالي تلاتين سنتي بصل لمنطقة الاتصال ما بين نبات الخلفة ونبات الام او الفسيلة ونبات الام وبيتم قطعها وتطهرها وبعد كده بيتم زراعتها في الارض المستريم نشوف ما بعد تعريف الفسيلة هي نمو ايضا من براعم ابطية قرب او تحت سطح التربة ويتكون لها جزور ايضا مستقلة عن نبات الام ازاي بيتم فصل الفسائل زي ما قلنا الفسائل دي خاصة بنبات نخيل البلح بيتم ربط الاوراق الخاصة بالنبات من اعلى ليسهل التعامل معاها لان اوراق النخيل بتتميز به وجود اشواك عليها فبيراع ربط زي الاوراق ربط اوراق الفسيلة جيدا وبيتم ازالة جزء من المجموع الخضري بعد ما بيتم ازالة الجزء من المجموع الخضري بيتم حفر التربة في منطقة الاتصال وبعد كده بيتم نقل الخلفة من مكانها للمكان المستدين يبقى هنا في البداية قللت جزء من المجموع الخضري عن طريق قرط جزء من اوراق النبات او جريد النخيل الفسيلة بعد كده المرحلة التانية بيتم حفر بجوار نبات الأم في التربة حتى تصل إلى منطقة الاتصال يعني نشوف المكان الذي تم منطقة الاتصال الفسيلة به بالنخلة الأم بعد ما أصل إلى منطقة الاتصال وتظهر معايا بشكل جيد باستخدام ألا حد لأن هنا فسال النخيل بتختلف عن خلفات الموز إن هي بتبقى منطقة الاتصال منطقة صلبة فبيتم استخدام عتلة من الحديد بتكون حجمها كبير زي ما احنا شايفين وبيتم دقف أكتر من موضع حتى يتم فصل الفسيلة بالكامل يبقى هنا بحتاج آلة حادة سقيلة بتكون طويلة ومدببة بيتم بيها فصل منطقة اتصال الفسيلة بنبات الأم بعد ما بيتم فصل هذه الفسيلة من مكانها إلى المكان أصل إلى منطقة الاتصال بيتم زي ما احنا شايفين هنا هنا دي وصلنا لمرحلة الفصلة هي باستخدام الآلة بيتم دق في أماكن مكان اتصال الفسيلة بنبات الأم بتستمر هذه العملية حتى يسهل قطع أو فصل الفسيلة من نبات الأم بعمل الكلام ده من جهة وبعملها من جهة الأخرى الفسيلة اللي عندي لأنها فسيلة كبيرة في العمر فمنطقة الاتصال بتكون قوية بعد كده بمساعدة شخص آخر بيتم التخلص من منطقة الاتصال حتى يتم فصل الفسيلة زي ما احنا شايفين فصلها نهائيا بيتم إزالة باقي الأوراق الجافة وبيتم لف هذه الفسيلة في قطعة من الخيش المبلل حتى يتم نقلها إلى الأرض المستدين قادي شكل الخلفة بعد ما فصلناها بيتم تطهيرها وتنظيف مكان القاطع وباللاحظ هنا برضو قادي منطقة انتشار الجزور لها جزور مستقلة زي ما احنا شايفين بيتم إزالة الأوراق الجافة لأنها بتبقى ممكن تبقى سبب بيها عرضة للإصابة بالحشرات والأمراض بلاحظ هنا قادي منطقة القاطع معي هيتم بيتم تطهيرها وبكده احنا عملنا طريقة من طرق التكاثر تسمى طريقة التكاثر عن طريق الفساد يبقى هنا طرق التكاثر الخضري زي ما احنا شايفين طرق متعددة وكثيرة لا تتم طرق التكاثر الخضري لكل النباتات هناك لكل نبات طريقة من طرق التكاثر خاصة به استعرضنا مع بعض من ضمن طرق التكاثر الخضري نفكر بعض بيها طريقة التكاثر عن طريق العقل التكاثر عن طريق الترقيد التكاثر عن طريق السرطانات التكاثر عن طريق الخلفات التكاثر عن طريق الفساد عندي طريقة تانية من ضمن طرق التكاثر الخضري اللي نبات من النباتات المهمة جدا وهناخد مثال لها نبات من نباتات حصلات الخضر ما يسمى بالدرانة الدرانات تعتبر طريقة من طرق التكاثر الخضري نعرف يعني إيه درانة والأمثلة بتاعتها أقرب مثال لنا وبنتعامل معاه وريب مننا من نباتات حصلات الخضر هي نبات البطاطس نبات البطاطس بيتكاثر عن طريق الدرانات الدرانة هي عبارة عن ساق أرضية مخزنة للغزاء تنمو من سقان عرضية أو تكون الدرانة زي ما حنشوف بعد شوية هي الدرانة بتنمو من ساق عرضية بتنمو أسفل سطح التربة وتتكون في نهاية الساق العرضية الدرانة بتستمر في تخزين المواد الغزائية حتى تصل إلى حجمها النهائي وبيتم إما استهلاكها أو أننا أعيد زراعة النبات بيها مرة تانية لأن نبات البطاطس زي ما نحن عارفين أن النبات ليس له بزور في المناخ المصري نشوف تعريف الدرانة هي عبارة عن ساق أرضية منتفخة مخزنة للمواد الغزائية بتكون أغلب هذه المواد عبارة عن مواد نشوية وتستخدم في إنتاج نموات للنبات الجديد من النباتات التي تتكاصر بالدرانات عندي نبات البجونية الدرانية من نباتات الزينة وعندي نبات البطاطة من ضمن نباتات الخضر وعندي نبات البطاطس أيضا من ضمن نبات الخضر وعندي من ضمن نباتات الزينة نبات الدالية يبقى نبات البجونية الدارنية ونبات الدالية بيتكاثر بالدارنات نبات البطاطس ونبات البطاطا من ضمن نباتات الخضر التي تتكاثر بالدارنات بس هنا هفرق ما بين حكتين نبات البطاطس الدارنة اللي عندي دارنة ساقية وأما نبات البطاطا أو بيسموها البطاطا الحلوة ده عبارة عن درنة جزرية يبقى درنات البطاطس درنات ساقية أما درنات البطاطا هي عبارة عن درنة جزرية عايزين نشوف شكل الدرنة وإزاي بتم إجراء عملية التكاثر وإزاي بتم إكسارها هنبص مع بعض في الصورة اللي معانا نبات البطاطس أو درنة البطاطس هنا إيه اللي فيها بلا إن درنة البطاطس لأنها ساق بتخرج عليها في مرحلة معينة براعم أنا ممكن أكبر هذه الدرنة إلى تكوين براعم وبيتم تقسيم الدرنة إلى جزء أو اتنين أو تجرع كاملة على حسب عدد البراعم اللي موجودة فيها وحاجة تانية ملحوظة مهمة جدا في درنة البطاطس حلاقي إن الدرنة في الجزء العلوي أو المنطقة العلوية اللي هي موجودة ناحية الشمال دي هذه المنطقة بتعتبر منطقة الكوشة أو منطقة البراعم أو منطقة قمة الدرنة ولذلك يفضل عند إجراء عملية تقسيم الدرنات أن يتم التقسيم طوليا أو لو تم تقسيمها عرضيا بيكون الجزء الأكبر موجود إلى أسفل نشوف مع بعض شكل البراعم بتاعة نبات أو برعم الخضري اللي بينمو على درنات البطاطس قبل إجراء عملية الزراعة لما بيجي نزرع درنات البطاطس بيفضل أن تكون هذه الدرنات مستنبتة يعني تم استنبات البراعم عليها زي ما احنا شايفين وبيتم تقسيمها دي منطقة الكوشة أو منطقة البراعم بتكون متركزة في منطقة القمة عن منطقة القاعدة بعد كده بيتم تقسيمها وزرعتها الصورة اللي معانا التانية دي هي صورة للنوع التاني من الدرنات الدرنات الجزرية اللي موجودة في نبات البطاطا يبقى نبات البطاطا أيضا هي عبارة عن درنات مخزنة للغذاء ولكن درنات البطاطا درنات جزرية أما درنات البطاطس هي عبارة عن درنات سقي زي ما احنا شايفين قلنا أن درنات البطاطس لما بنيجي نعمل بيها إجراء عملية التكاثر بيتم تقسيمها إما أفقيا أو طوليا على حسب حجمها نشوف مع بعض إزاي بيتم إجراء تقسيم لدرنات البطاطس وصورة ليها عندي هنا درنات البطاطس اللي موجودة معايا درنات تعتبر مستنبتة هي الدرنات الصغيرة الحجم بيتم زرعتها كاملة دون تجزئة أما الدرنات الكبيرة الحجم اللي موجودة دي الصغيرة بتزرع كاملة أما الدرنات الكبيرة لأن فيها عدد براعم أكبر وحجمها أكبر فبيتم تقسيم هذه الدرنات وبيتم تقسيمها باستخدام آلة قطعة حادة بيتم القطعة إما أفقيا أو عرضيا على حسب حجم الدرنات بلاحظ أن المنطقة الأعلى زي ما أنا أشارت لها قبل كده أن هي منطقة تركز للبراعم في الدرنات في منطقة القمة بتاعت الدرنات بإذن درنات البطاطس عند إجراء عملية التكاثر زي ما هنتدرب عليها في المدرسة لما نجي نشتغل مع بعض تدريب عملي على إجراء التكاثر بالدرنات بيتم تحديد منطقة القمة لأن هي زي ما احنا شايفين بيتركز فيها البراعم فبيفضل هنا التقسيم تقسيم طولي أو بيتم تقسيمها عرضيا وفي حالة التقسيم العرضي بيتم تقسيمها حسب الجزء الأسفل بيكون أقل من الجزء الأعلى السكينة أو الأداة اللي بيتم بيها عملية التقطيع يفضل أن تكون تم تطهرها في حالة زي ما احنا شايفين كده أن التقسيم الأفقي بلاحظ أن أنا أسامة الدرنات هنا إلى جزء إلى جزئين يعني بيتم تقسيمها تلت وتلتين التلت في منطقة القمة والتلتين في المنطقة السفلية بعد كده بيتم وضع هذه الدرنات في التربة ونظل أو بيتم وضع الدرنات في حالة زراعة زي ما احنا شايفين في جهة القاطع بتكون إلى أسفل وبيتم تغطيتها في الأرض نشوف إزاي بيتم إجراء عملية الزراعة هذه الدرنات الكاملة بيتم حفر جزء من التربة زي ما احنا شوف دلوقتي بيتم حفر جزء من التربة وبيتم وضع الدرنات والبراعم المستنباتها إلى أعلى ثم يتم تغطيتها بطبقة من التربة وبعد كده بيتجرى عملية الراي في حالة الدرنات اللي تم تجزئتها بيتم أيضا عمل حفرة وبيتم وضع الدرنا الجزء أو مكان القاطع بيكون إلى أسفل وبيتم تغطيتها وبعد كده بتخرج عليها البراعم بعد كده في حالة الزراعة على خطوص زي ما احنا شايفين بيتم تغطية يبقى هنا أنا عملت إيه هنا أنا شفت أن درنة البطاطس كدرنة من الدرنات الجزرية درنة البطاطس درنة ساقية ودرنة البطاطا من الدرنات الجزرية بيتم إكثار هذه الدرنات واستخدامها كأحد طرق التكاثر الخضري عايزين نشوف مع بعض الحقل بتاع نبات البطاطس بعد إجراء عملية التكاثر أدي شكل النبات اللي موجود في الأرض بعد إجراء عملية التكاثر أو الزراعة بعد فترة أدي شكل نبات البطاطس بعد كده شكله أيضا في الحقل بعد تم وجوده في المرحلة النهائية نشوف مع بعض شكل النباتات أو شكل الدرنة بتكمنها إزاي أدي شكل النبات وأدي شكل الدرنة زي ما احنا قلنا تنمو درنات البطاطس من ساق عرضية موجودة أسفل سطح التربة أدي الدرنات في حجم صغير وحجم كبير في منطقة الدرنات يبقى هنا أدي شكل الدرنة اللي كنا زرعينها وأدي ساق النبات اللي احنا زرعناها وأدي النموات الخضرية اللي تم خروجها وأدي الجزور وأدي الدرنات الصغيرة اللي بتنمو من البراعم العرضي يبقى احنا هنا استعرضنا مع بعض مجموعة من طرق التكاثر الخضري قلنا آخر طريقة من طرق التكاثر الخضري اتكلمنا عليها طريقة التكاثر بالدرنات سواء كانت درنات ساقية أو درنات جزرية وقلنا هي جزء مخزن للجزرية موجود أسفل سطح التربة الدرنات الساقية بتنمو من ساق عرضية أسفل سطح التربة زي ما احنا ما شفنا النموذج بتاع درنات البطاطس عندي الدرنة الجزرية زي موجودة فيه درنات نبات البطاطا يبقى احنا كده استعرضنا مع بعض النهاردة مجموعة من طرق التكاثر الخضري اخدنا طريقة التريد بانواعه المختلفة طريقة السرطانات الخلفات الفسائل الدرنات فيه معنا مجموعة تانية من طرق التكاثر الخضري نتكلم عليها في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته